مع استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسة وتعثر المحادثات التي تقودها القاهرة لتوحيد الجيش في ليبيا وتوسع دائرة الخروقات الأمنية بات الملف الأمني أولوية قصوى للحفاظ على استقرار البلاد خاصة أنها مقبلة على مرحلة جديدة من هنا برزت مبادرة توحيد الأجهزة الأمنية بين حكومة الوفاق الوطني في طرابولوس والحكومة المؤقتة في بنغازي خطوة رغم جرأتها أثارت تساؤلات عدة بشأن توقيتها السياسي والعسكري أهدافها والأطراف الداعمة لها وفرص نجاحها وبينما يسعى وزير داخلية حكومة الوفاق فتح باشاغا ونظيره في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف للدفع بالمبادرة بعيدا عن التجاذبات السياسية وتعقدات التدخلات الخارجية يبقى نجاح هذه المبادرة رهينا بمعطيات عدة حسب بعض المراقبين بعد اجتماع بين مدير الأمن في بنغازي وطرابولوس أكد مدير مكتب الأعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طرق الخراز أكد الاتفاق على التعاون والتنسيق بشكل مباشر بين الطرفين وربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة الخراز أكد أيضا تشكيل لجنة لمتبعة توحيد الجهود الأمنية برئاسة مدير أمن طرابول السلم السايح والاتفاق على إعادة النظر في قانون الشرطة رقم 5 لسنة 2018 وتفعيل الغرفة الأمنية المعروفة بطا واحد للتواصل مع كل مناطق ليبيا ورغم الاتفاق على نقاط عدة لتوحيد الرؤية الأمنية في ليبيا إلا أن تحديات كثيرة قد تعرقل المضي بهذه المبادرة حسب بعض المتابعين لعل أبرزها ملف الجنوب والخروقات الأمنية وملف التدريب واستراتيجيات الأمن الكبرى في الدولة وغيرها الأوضاع الأمنية في المنطقتين الشرقية والغربية يبدو أنها عجلت بهذا التقارب خاصة بعد تعثر تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابولوس بسبب تغول المجموعات المسلحة وحالة الانفلات الأمني الذي تعانيه بنغازي ما اضطر وزارة الداخلية إلى إعلان حالة الطوارئ ومع ذلك لا يمكن إغفال حقيقة أن جهود توحيد المؤسسة الأمنية لن تكون بمنأ عن توحيد المؤسسة العسكرية الذي ما زال الغموض يلفه إلى اليوم كما أن عمل الأجهزة الأمنية قد يكون مقيدا على اعتبار أن السلطة الحقيقية على الأرض لا تزال بيد المجموعة المسلحة ترجمة نانسي قنقر